مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير يا صار مساء الخير عليك يا أحمد ومساء الخير على حضراتكم وفعلا بعد يمكن فترة راحة خمس أيام كانت مهمة جدا أن الفريق يحصل عليها فريق النادي الأهلي طبعا بعد الفوز العريض على فيتا كلب النهاردة بيعود للتدريبات من جديد قدر الفريق أنه يجري المسحة الطبية النهاردة إن شاء الله وهتطلع نتجتها وهنعرف ما حضراتكم بالتفصيل اللي حصل في تمرين النهاردة ويمكن كنت قلت لحضراتكم أنه الفترة اللي فاتت موسيماني كان طالب من الجهاز المعاون أنه يحضر كل المباريات اللي هي علاقة أو مباريات كتير اللي هي علاقة بالمريخ السوداني اللي هو يكون أول مباراة إن شاء الله لنا في شهر إبريل اللي جاي ويحضر كل المباريات المحلية والإفريقية علشان يقدر يدرس الفريق كويس قوي لأنه مهما كان دايما بقول أنه حتى لو المريخ ما قدرش يكسب على أرضه في دوري أبطال أفريقيا الموسم ده إلا أنه مش سبب أبدا أنه نستهون بالفريق ده أو بأي فريق إحنا بنتكلم على أفريقيا إحنا بنتكلم على أنه عايزين اللقب العاشر أنت بتدافع وشفنا الحقيقة الأداء والنتيجة اللي شفناهم في مباراة فيتا كليب دي رسالة قوية قوي أن النادي الأهلي جاهز بيقول لخصومه كلهم في البطولة أنه جاهز أنه يدافع عن اللقب العاشر وأي نادي بيدور على بطولة تانية أكيد بيظهر بالشكل ده في الأوقات الحاسمة دي وده اللي يمكن طمن جماهير النادي الأهلي بشكل كبير فيه لعيبة كتير قلت لحضراتكم يمكن كانت فترة الراحة دي كمان شغالة على نفسها بتتمرن مع نفسها كل يوم علشان تقدر أن هي تكون أفضل وقت ما يرجع التدريبات والنهار ده عادت بالفعل التدريبات وده بيقول قد إين لعيبة النادي الأهلي حاسها بمسؤولية كبيرة الفترة اللي جاي مش فترة سهلة أبدا نحن منتكلم على تقريبا 8 مطشط في الشهر اللي جاي وأصلا طلعين من يمكن تلاحهم مواسم ومباريات وضغط كبير جدا وهنبقى محتاجين كل لاعب في فرقة النادي الأهلي لأنه مسيماني غصب عنه لازم يكون فيه روتايشن بين اللعيبة وكمان ده بسبب أكيد الإصابات وإصابات كورونا بنتمنى إن شاء الله ما يكونش فيه أي إصابة الفترة اللي جاي لأن فعلا في الفترة الحاسمة دي مستنين كل لاعيب يكون موجود معنا